لا وقت للحديث، بل لا بد من خطوات متلاحقة على الأرض لإعمار ما دمره الزلزال جنوبي تركيا. الرئيس رجب طيب أردغان أعلن بدء بناء 30 ألف وحدة سكانية مطلع الشهر المقبل لمتضررية الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد بعيداً عن خطوط الصدع الزلزالي. كما أوضح الرئيس أردغان اكتمال عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمراً من أصل 19 ألفاً في مناطق الزلزال. مؤكداً أنه تم تصنيف 47 ألف بناء يضم 211 ألف وحدة سكانية على أنها منهارة أو تحتاج لهدم عاجل أو بها أضرار بليغة بالولايات المتضررة من الكارثة. مشيراً إلى أن أعمال البناء ستتم مباشرةً في كل مكان بعد الانتهاء من تقييم حجم الضرر. في السياق ذاته، توعد وزير الداخلية التركي سليمان صايلو بمحاسبة جميع المسؤولين عن انهيار المباني، معلناً انتهاء تقييم 40% منها في مناطق الزلزال. إن عدد المباني المهدمة جراء الزلزال كبير جداً. هناك 11 ألف منها انهارت، وبعضها الآخر قابل للانهيار. وسنبدأ بإزالة 50% من المباني في أنطاكيا. كما سنقوم بتسليم المتضررين مباني جديدة خلال عام من الآن. حملة الإعمار الجديدة التي ستبدأها الحكومة التركية مطلع الشهر المقبل في المناطق المتضررة من الزلزال تعززها المباني الحكومية التي بنيت على مدار سنوات عبر مشروع توكي التي صمدت في وجه الهزات الأرضية المتتالية بفضل نظامها المعمارية المقاومة للزلزال. ووفقاً لمعلومات من وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخية التركية فإن هيئة الإسكان الجماعية شيدت أكثر من 130 ألف منزل في الولايات العاشرة التي ضربتها الزلازل لم تتعرض لأي ضرر. سابرين عقاب تراتي عربية